يعيش جلالة الماكل معظم ياع يعيش يعيش جلالة الماكل معظم ياع يعيش الله مسيكم بالخير الصحيح أنا سعيد اليوم أكون بين هاي الوجوه الطيبة هاي السنة بمناسبة اليوبيل تقيت كثير من إخوانكم بمختلف المناطق وبكل لقاء بشوف كديش إحنا أقوية بوحدتنا وحرصنا على أمن وازدهار بلدنا والحمد لله جبهتنا الداخلية دائما قوية ومتماسكة الأردن القوي والمستقر هو الأقدر على مسندة الأشقاء العرب وخصوصا أهلنا في فلسطين تعيش دلالة الملك المعظم تعيش دلالة الملك المعظم تعيش دلالة الملك المعظم تعيش زي ما بتعرفوا بذلنا جهود ديبلوماسية مكثفة لوقف الظلم على الأشقاء في غزة هذا واجبنا وإحنا دائما مع الحق وبالنفس الوقت مستمرين بجهودنا بتقديم المساعدات من البر ومن الجو يا إخوان من لما تأسس الأردن وجهنا محاولات لل تشكيك بمواقفنا الصادقة لكن هذا ما راح يأثر على قيمنا ودورنا الواضح وإن شاء الله هذا البلد بوجود الجميع راح يضل عنوان للخير وللمواقف المشرفة بوحدتنا وتمسكنا بمبادئنا الثابتة أشكركم على جهودكم ومواقفكم الوطنية وإنتماكم الصادق للأردن ولرسالته النبيلة ورح نضل دائما جسد واحد وقلب واحد لمصلحة الأردن ومستقبله والله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر